هذا صحيح ويبدو واردا جدا وبالتالي هناك الآن اجتماع سيبدأ بعد قليل لمجلس الحرب الإسرائيلي في تل عبيب يليه اجتماع للكابنت الحكومة الأمنية المصغرة هذا الاجتماع الموسع لن يسمع فيه الوزراء أي شيء عن موضوع إيران وإنما فقط سيكون لإعطاء تفويد لمجلس الحرب لاتخاذ القرارات العملانية المتصلة بإمكان الرد على أي ضربة إيرانية قد تكون في الساعات المقبلة بالنسبة لإسرائيل فرضية العمل أن هذا يبدو واردا حتى ساعات الصباح هذا الصباح وبالتالي هناك استنفار كامل لسلاح الجو الإسرائيلي في الأجواء لا يبرح تقريبا الأجواء الشبالية وكذا أيضا الجنوبية مع استنفار كل بطاريات الاعتراض الإسرائيلية تقوم بإسنادها أيضا بطاريات اعتراض أمريكية من البحر وبالتالي إسرائيل أغلقت معظم الأجواء في المناطق الشمالية والجنوبية حاليا بالنسبة لإسرائيل السؤال الأهم هذه الليلة ليس إن كانت إيران سترد وإنما من أين سترد؟ بمعنى هل ستقوم إيران بإطلاق مسيرات وسواريخ موجهة من الأراضي الإيرانية مباشرة لإسرائيل؟ عندئذ إسرائيل ستكون مضطرة وفق مصادرها للرد إما بغارات وإما بإطلاق سواريخ باليستية إسرائيلية من نوع أريحة موجودة في الغواصات وموجودة في أماكن أخرى داخل إسرائيل يمكنها أن تصل الأراضي الإيرانية وهذا طبعا يغير المعادلة بشكل دراماتيكي وبالتالي ليس هناك إجابة على هذا الموضوع التقديرات في إسرائيل أن إيران ربما في اللحظة الأخيرة قد تفضل أن تشن هذه الهجمات من العراق، من اليمن، من سوريا، ربما من كل هذه المناطق دفعة واحدة طيب زيادة الاجتماع المرتقب والتفويض الذي تحدثت عنه يعني يأتي في سياقات مختلفة هل القرارات المرتقبة ستكون أيضا غير اعتيادية مقارنة من بداية الحرب على غزة إلى هذه الضربة المتوقعة من إيران؟ طبعا التفويض مجلس الحرب هو أمر مهم كي يتخذ قرارات تتعلق بشن هجمات مثلا على أهداف إيرانية بدون الرجوع للحكومة الموسعة في كل مرة اختصارا للوقت وبسبب حال الطوارئ وبالتالي الأمر يبدو دراماتيكيا نوعا ما ولكن علي أن أشير إلى أننا لا نلمس الكثير من التوتر داخل الإعلام الإسرائيلي أو داخل أروقة المسؤولين الإسرائيليين وكأن الأمور تبدو متوقعة في إطار ما في حجم ما وحتى نتانياو حتى الساعة لم يحدث الإسرائيليين ترك ناطقا عسكريا يتحدث مع الإسرائيليين عن إجراءات بدون أن يخاطب الإسرائيليين مباشرة هناك انتقادات لهذا الموضوع بالتقدير نتانياو خلال ساعة من الآن قد يوجه تسجيلا من جلسة الحكومة للإسرائيليين طيب زياد عندما يتم تعليق الأنشطة التعليمية وأيضا التجمعات أقل من ألف شخص كل هذه الإجراءات لم تثر ولا مشاعر أو مخاوف لدى الشارع الإسرائيلي وعدم لجوء ربما نتانياو لهذه القرارات أو المواجهة مع الشارع الإسرائيلي ربما يعود لمخاوف تخصه هو وليس لها علاقة ربما بالمزاج العام ربما في إسرائيل من قد ينتبه إلى أن أحد القرارات هو منع التجمع لأكثر من ألف شخص يعني منع المظاهرات ضد نتانياو في نهاية المطاف ولكن بعيدا عن ذلك هناك قلق خبير لدى الإسرائيليين مما قد يحدث الشعور العام بأن مواجهة الآن مع إيران بغض النظر إن كانت مباشرة بمعنى شن هجمات متبادلة على الجغرافيا الإيرانية والإسرائيلية أو كانت في نطاق أضيق قد يصب الزيت على نار الحرب الدائرة حاليا هناك في هذه اللحظة الزمنية الآن تدهور خطير أمني وعسكري بالنسبة لإسرائيل في قطاع غزة وفي جبهة لبنان وفي الضفة الغربية المحتلة والآن إيران وإمكانات حرب إقليمية وبالتالي كل هذه الأمور تثير قلق الإسرائيليين بدون أن نشك هذه الليلة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر